من جانبه قال الرئيس البرازيلي إن بلاده تعاول على دور مصر المحوري في الجهود الرامية إلى التهدئة في قطاع غزة ووقف الحرب كما وجه الرئيس البرازيلي التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود مصر في إجلاء الرعاية البرازيليين من قطاع غزة فخمت رئيس السيسي وشكرته لتضامنه والمساعدات المقدمة للبرازيل حتى يتسنى لنا أن نقوم بإجلاء المواطنين البرازيليين الذين كانوا عالقين في قطاع غزة وساعدونا عن طريق السفارة هنا في مصر وقمنا بإجلاء حوالي ألفين شخص وضمان عودتهم بسلامة إلى البرازيل بالتالي أود أن أحيي فخمت رئيس